اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله في الفيديو دوت هنشوف طريقة الكتابة بتاعة الموضوعات الجديدة للصف الثالث الاعدادي واهم الموضوعات المتوقعة في الامتحان ان شاء الله طبعا السؤال هيجي لي بعنوان ان انا اكتب ا ريفيو اللي هو مقال نقضي او هيقول لي write a story قصة سواء قصة حصلت لنا او لحد تاني او write a biography اللي هو سيرة ذاتية لشخص اللي قصة حياة شخص طبعا احنا عارفين ان السؤال دوت خلاص هيكون حوالي 110 كلمة وعليه في الامتحان 7 درجات طبعا الناس هتخض 110 كلمة يعني حاجة كبيرة لا هو تقريبا في حدود من 10 ل 12 سطر بس اهم حاجة تكون للكتابة بشكل اه كويسا اه طبعا الناس متعودة على كتابة البراجراف اه الناس هتتفاجئ اه بريفيو بستوري ببيوغرافي هي نفس الفكرة تقريبا ونشوف كده مع بعض ازاي نتعامل مع اه السؤال دوت واهم الافكار اللي ممكن نتعامل معه نروح ليه النموذج الاولان هيقول لي write a review يبقى هنا اهم حاجة اشوف رأس السؤال review اللي هو مقال نقضي يعني وجهة نظرنا of about 110 words on يبقى 110 كلمة عن something you bought online يعني حاجة احنا اشترناها عبر الانترنت طبعا نقطة الاسسية خلي بالي ان الموضوعات كلها اللي هجيلي ككتابة بتكون على الموضوعات بتاع الوحدات اللي احنا خدناها يعني هو مش هيجيب لي موضوع من بره لا من وصفات الامتحان انه هو هيجيب لي حاجة من الموضوعات اللي احنا خدنا طبعا كنا خدنا في وحدة قبل كده حاجة اشترناها هنقل رأينا فيها سواء كان رأي ايجابي او رأي ايه او رأي سلم طب المفروض لما اجي اتكلم عن الموضوع دوت ايه الافكار اللي انا ممكن اتكلم عنها اللي اول حاجة بختار عنوان مناسب للموضوع بختار اسم الموضوع طب ايه هي الحاجة اللي احنا اشترناها ممكن تكون بقى حاجة خاصة بنا زي مثلا موبايل او اي شيء خاص بالمنزل زي مثلا مايكرو ويف او كوفي ماشين اي حاجة من دي طب بعد كده بنقول وجهة نظرنا عن الشيء هل الشيء دوت وجهة نظرنا عنه حاجة ايجابية ولا حاجة سلبية لو بتكلم على حاجة ايجابية هقول الايجابيات بتاعته لو بتكلم على حاجة سلبية هقول السلبيات بتاعته طب تقييمنا للشيء يعني مثلا لو هنحط مثلا ستارز نجوم ياخد كم نجمة مثلا لو هو حاجة كويسة يبقى اه مثلا خمس نجوم حاجة قليلة يبقى واحد او اتنين وهكذا طب ايه الفكرة اللي احنا عايزين نوصلها من الكتابة اللي هي وجهة نظرنا يعني ان الحاجة دي كويسة مثلا نشتريها او سيئة ما نشتريهاش الموضوع بتاعي بقى المفروض بكت في حاجات السي زي مثلا بتكلم عن خدمة التوصيل طب هل كانت سريعة ولا كانت بطيئة طب خدت وقت قد ايه طب بتكلم عن البرائس اللي هو السعر طب السعر كان غالي ولا رخيص ولا سعر مناسب طب الشكل بتاع الشي لما الحاجة دي توصلت كانت حاجة كويسة ولا كانت سيئة وكمان بتكلم عن ان الحاجة دي بقى لما انا بدأت استخدمها هل يا طرى شغالة بشكل كويس ولا بايزة او سيئة ديها الافكار بالعرب اللي احنا ممكن نتكلم عنها طب نروح بقى لنموذج مهم وازاي نتعامل معي طبعا اول حاجة بنكتب اسم الموضوع في وسط السطر يبقى هنقول اكوفي ماشين اي بوت اونلاين هنا بتكلم على كوفي ماشين هنلاحظ دايما في الكتابة وديت حاجات السية عليها درجات في الامتحان ان لازم بداية اول اه كل جملة لازم يكون الحرف كابيتل مع بقى مراعاة علامات الترقيم التانية في نهاية الجملة بنحط في السطوب اه اسماء الاشخاص والمدن والدول والحاجات ديت بنبدأ كابيتل وهكذا طبعا يعني الاسبوع الماضي يبقى اشتريت خلاص قالت صنع القهوة عبر الانترنت I have عندي a positive opinion كلمة positive opinion يعني رأي ايجابي يبقى معنى كده ان الشخص دوت الحاجات ديت عجبته وهيتكلم عن مميزاتها about it اديت المقصوبة اللي هي الكوفي ماشين for many reasons اللي هي اسباب I bought it as a present اشتريت الحاجات ديت كهدية for my parents للوالدين I saw it شفت الحاجة ديت on a website on the internet يعني شفتها على موقع على الانترنت its price السعر was not expensive يعني ما كانش ايه غالي يبقى هنا كل ديت حاجات ايه تعتبر ايجابي I asked the company طلبت من الشركة to deliver it نوما يوصلوها لحد المنزل طب the delivery didn't take a long time يبقى ما خدش وقت ايه طويل عشان يوصل they delivered it after one day يعني بعض يوم بس when my parents saw it لما شفو المنتج دوت او الحاجة ديت they were happy with it يعني كانوا فرحانين it looked great يعني كان شكل بتاعها كان رائع and was not broken يعني كانت سليمة او كانت كويسة when they began to use it لما بدوا يستخدموها it was easy to use يعني كانت سهلة في الاستخدام it made delicious coffee يعني بتعمل قهوة لذيذة finally I advise all of you يعني هنا بيقول بنصحكم to buy this machine نشتري الجهاز او الالة ديات from the same company يعني من نفس الشركة because I think they are honest people يعني ناس ومناء يعني كويسين او مضمونين and their products اللي هي المنتجات are good يبقى لاحظنا فيه البراجراف دوت قلنا الشيء قلنا الحاجات الايجابية بتاعة الشيء دوت اتكلمنا فيه على الدريفري اللي هو التوصيل اتكلمنا فيه عن شكل الحاجة اتكلمنا فيه عن سعر الحاجة يبقى هنا بنتكلم عن حاجة ايجابية طب ممكن نفس الموضوع دوت اتكلم على coffee machine ipod online واكتب رأي بدل بوزط بقى حط كلمة negative اه يبقى هنحط الرأي اليه العكس بتاع الكلام دوت هقول مثلا ان هي كانت broken اه ان خد وقت اه طويل السعر بتاعها كان اه غالي اه ان القهوة بتاعتها مش كويسة خلاص وفي النهاية هقول بنصحكم ان احنا ايه ما نشتريش الشيء دوت يبقى ده النموذج الاول الخاص بال اللي هو وجهة ايه وجهة نظر خلاص طب نروح لي الشكل التاني او النموذج التاني هيقول لي write a story طبعا الناس اول ما هتسمع write a story هتتخض اذا هو هكتب قصة وانا هقال لي في قصة لا برضو القصة موجودة في الموضوعات اللي احنا درسناها في المنهج بتاعنا a story about something that happened in your life يعني حاجة حصلت لك في الحياة يبقى هنا بيتكلم على experience اللي هي تجربة او موقف حصل لنا بنبدأ نحكي ايه هي القصة دي كالقاتم طب نشوف الحاجات اللي احنا ممكن نتكلم عنها اولا اي قصة هيكون لها بداية ووسط وخاتمة يبقى ثلاث حاجات السي طب بعد كده بكتب المعلومات الهامة زي بطل قصة من البطل مكان حدوث القصة القصة دي حصلت فين او الوقت بتاع حدوث القصة طب ايه المشكلة اللي قابلت البطل في القصة دي طب نقطة تحول يعني المفتاح اللي ادى الى حل المشكلة اللي هي النقطة اللي بعدها كيف تم حل المشكلة والاهم بقى بتكلم ماذا نتعلم من القصة يعني انا اتعلمت ايه من القصة دي او الدرس المستفاد من القصة برضو على موضوع موجود عندنا بنحط العنوان هقول او ممكن نقول او ممكن نقول او ممكن نقول يعني يستمتع بي طبعا اللي هي ركوب الامواج بيقول ان هو كان او ان هو متعود ان هو يروح مع ابو في يوم الايام يبقى قرر يروح بمفرده I didn't tell my father يبقى ما قالش لابو about that the weather was good بول التقصي في اليوم ده واتكان كويس for wind serving I enjoyed my time very much وكنت بستمتع بوقتي جدا in the afternoon ولكن بعد الظهر the wind suddenly became very strong بدأت رياح تكون قوية the wind took me far from the beach وابعدتني عن الشاطئ I was very scared بول كنت خايف جدا يبقى دية المشكلة هي بقى اللي حصلت I was lucky لكي يعني كنت محظوظ when some people on a boat saw me في ناس كانوا موجودين على المركب قريب مني شافوني they came to help me جمع عشان يساعدوني they took me back to the beach وخدوني وادوني الى الشاطئ my dad was angry with me طبعا هنا نخليها كلمة with me يعني كان غاضب مني I apologize اعتذرت له and learned وتعلمت بقى من الموقف دوت ده بقى الحاجة اللي هنا نتعلمها من القصة that I should go with an older person اني المفروض اروح مع شخص اكبر لو هعمل حاجة خطيرة يبقى زي ما شفنا اتكلمنا عن بطل قصة اللي هو كلمة I اتكلمنا عن الشيء اللي هو اللي بيحبه اتكلمنا عن المشكلة اللي هي مشكلة الرياح واتكلمنا عن نقطة التحول ان في ناس شافوه واتكلمنا عن حل المشكلة الناس دي اتخذوه الى الايه الشاطئ واتكلمنا عن المورال او الدرس المستفاد ان احنا لو هنعمل حاجة خطيرة او حاجة اه مش سهلة نروح مع حد اكبر مننا نروح لنموذج التالت خاص بأبيوغرافي بول ريت أبيوغرافي ليسيرة ذاتية او سيرة شخص او قصة حياة شخص طب السؤال بيقول بقى يعني شخص انت بتعجب بيه ممكن بقى يكون شخص عام او شخص من الاسرة وهكذا برضو خدنا في الوحدة تقريبا الخمسة بعض النمازج للبيوغرافي الاشخاص المهمين او اللي عملوا بعض الانجازات طب لما نجي نتكلم عن موضوع زي دوت اول حاجة ان اعرف ان القصة او السيرة ذاتية هي قصة حياة شخص بكتب بقى بعض المعلومات الاساسية او الحقيقة عن الشخص دوت زي النام اللي هو الاسم وقت ومكان الميلاد لو انا عارف هو تولد فين او تولد امتى الاهم بالنسبة لنا بقى ماذا فعل عندما كان صغيرا يعني الحاجة اللي كان بيتمناها وهو صغير ماذا فعل عندما كان كبيرا الحاجة اللي هو عملها بالفعل واهم الانجازات بتاعة الشخص دوت نروح لنموذج وموجود عندنا في التكست في الكتاب ابيوغرافي اوف سامر عبدالفتاح خلاص واحدة اسمها سامر عبدالفتاح وطبعا ديت شغالة سبيس انجينير اللي هي مهندسة فضاء بول سامر عبدالفتاح كده ذكرنا اسم الشخصية is a great Egyptian girl يعني فتاة مصرية عظيمة she has been interested in كانت دايما مهتمة بسبيس اللي هو الفضاء as a young child وهي طفلة she wanted to be an astronaut يعني كانت عايزة تكون رائدة فضاء يبدأ كان هدفها او حلمها من البداية after finishing school بعد ما خلصت المدرسة she went to Cairo University ذهبت الى جامعة القاهرة او التحقط بجامعة القاهرة to study space engineering عشان تدرس الهندسة او هندسة الفضاء while she was at university وهي موجودة في الجامعة او اسناء درستها في الجامعة she entered a competition يعني دخلت مصابقة طب المصابقة ديت كان عن ايه to design a hyperloop طبعا قلنا لو نظام النقل السريع she and her team هي والفريق بتاعها won the competition يعني فازوا بي المصابقة ديت عشان كده she traveled to the USA رحت الى امريكا to receive the award عشان تستلم الجايزة now she has her own company دي بقى انجازاتها الحالية ان هي عندها دلوقتي شركة خاصة بيها she also gives speeches بتلقي محاضرات او خطب to help young engineers عشان تساعد المهندسين الصغار achieve ان هما يحققوا their goals يعني اهدفهم i think she will be a great astronaut يعني اعطاك ان هي هتكون رائد فضاء عظيم one day في يوم الايام i think she is a good model يعني نموذج جيد او role model يعني مثال يحتزى به that we should follow يجب ان نتابعه and learn from her achievements وكمان نتعلم من انجازاتها يبقى هنا السيرة الزاتية قلنا اسم الشخص قلنا الحاجة اللي هو كان بيتمنىها وهو صغير ان هي تكون رائدة فضاء الحاجة اللي هي عملتها او اهم انجازاتها اللي هي كذبة المسابقة والحاجة اللي هي بتتمنى ان يتحققها ان هي تكون رائدة فضاء في يوم من الايام ودلوقتي اهم انجازاتها ان هي طبعا اصبحت تمتلك ايه company اللي هي شركة وكمان help يعني بتساعد other people اللي هما الناس اللي زيها او الناس اللي حابة تحقق اهدف كده شفنا تلت نمازج لاهم الموضوعات اللي هو ممكن يجيبها لي وطبع الموضوعات دي كلها مرتبطة زي ما قلنا بالمنهج بتاعنا وهو مش هيجيب لي حاجة برا المنهج لا الحاجات هتبقى او الكتاب اللي انا هكتبها هتكون من ضمن الحاجات اللي احنا درسناها في المنهج اه نروح بقى لأهم الموضوعات اللي هو ممكن يقول لي اتكلم عنها غير الحاجات اللي احنا كتبنا ممكن يقول لي write a review of about 110 words on the best and worst item of technology in your house اه يبقى ليها حاجات تكنولوجية الخاصة بتكنولوجيا في المنزل ايه اسوأ حاجة و ايه احسن حاجة لو خدنا مثلا الموبايل خلاص اه لو خدنا مثلا الكمبيوتر لو خدنا الانترنت يبقى دي حاجات هتكلم عنها طب لو انا بقول the best يعني الافضل يبقى هتكلم عن ال advantages اللي هي المميزات طب بتكلم عن ال worst الاسوأ يبقى هتكلم عن العيوب بتاعته طب موضوع تاني write a story of about 110 words on a story about something that happened in your life يعني حاجة حصلت في حياتك يبقى هنتكلم مسلا عن بعض المواقف اه هل مسلا زهبت الى desert مسلا سحراء قبل كده اه هل اه نمت في خيمة اه هل مارست رياضة اه معينة اه حاجة شخصية حصلت لك يبقى ده المقصود بالكتابة هنا write a biography of about 110 words on a biography of a person in your family نفس الموضوع اللي فات بس هنا هنتكلم بقى عن شخصية في المنزل بتاعنا هنختار مثلا الفاظر هنختار الماذر هنختار اه اي حد من الاسرة ونكتب عنه من هو الحاجات اللي هو عملها اهم انجازاته صفاته الشخصية وهكذا طب بولي write a review of about 110 words on handicrafts in an area اللي هي المنتجات اليدوية في منطقة معينة هنختار مثلا منطقة مشهورة بالهاندكرافت ونقول بقى الهاندكرافت ديت مش شرط حاجة واحدة نتكلم عنه اكتر من حاجة زي الباكز مثلا الشونط اه زي اه الشوز داي مثلا كلمة بوتري نختار اه حاجتين او تلاتة ونتكلم اه عنهم اه بعد كده write a review of about 110 words on your visit to اسماعيلية هنا زيارة الى الاسماعيلية لما نجي نتكلم عن موضوع زي دوت هنتكلم امتى الزيارة ديت خلاص اه رحنا ازاي رحت اه مع مين اه شفنا ايه هناك استمتعتنا او استمتعنا بالوقت بتاعنا اه ولا لأ ورأينا او انطباعنا عن اه المكان اه وفي الاخر بنقول ان الموضوعات اه مش صعبة ولا حاجة لان هي زي ما قلنا مرتبطة بالحاجات اللي موجودة عندنا في المنهج بتاعنا مش هيجيب لي حاجة برا المنهج لو النمازج ديت كتبناها بشكل كويس وشفنا النمازج اللي مكتوبة ان شاء الله مش هيبقى فيه اي مشكلة بالنسبة لكتابة الستوري او كتابة الريديو او كتابة البيوغرافي اشتركوا في القناة شكرا